مع ضيفي في ستوديو 90 دقيقة أخبار سي محمد خلفاوي الخبير الأمني التدخل العسكري في ليبيا أصبح قابق وسين أو أدنى اليوم قضية أسابيع قليلة وستنزل الجيوش حسب التصريحات اجتياح بري لأكبر القوى العالمية بريطانيا فرنسا إيطاليا أمريكا وربما حتى سوريا هل نحن اليوم أمام حرب جديدة في المنطقة شبيهة بما حدث العراق في 2003 هي أولا نقول أنه التدخل العسكري كانت شادت بيه وطلبته فرنسا يعني لسان وزير الدفاع تاحا كان يقول باللي وكان يقول أيضا يرانا نخدمه ودعابنه مع الجزائر يعني أبك انتليجانس من ناحية هذه إذا كانت سألني عن الجزائر الجزائر كانت تنتظر في هذا ولذلك كانت واحدة كورس كونتر المنطر بين نوصلوا للحل السياسي قبل ما يفوت الأوان نقول لي هل هي حرب جديدة هذه الإنترونسيات الإترانجية هل هي حرب جديدة لا تستطيع أن تتوقع بالضبط لن تستطيع أن تكون دي سيناريو دي سيناريو الإنترونسيات الإترانجية هي رحة تنحي فكرة تأهيل كل الناشطين والاكل كل الفارس في ليبيا يقول لي يدسكاليفي يقول لي يدسكاليفي لما يدخل الإترانجية أتقول لي أنت اللي تتبع الخطط تنتعو وليس العكس إنترونسيات الإترانجية ثانية ستكون فيها إقصاء بحد ذاتها تدخل لي صالح من إذا كان لي صالح جهة معناها ستقصد جهة الأخرى ورح إذن تعمق في الأزمة هذا كل إنسان ما يتمناش من أجل هذا ما يتمناش لمن رح تكون لي صالح من رح تكون قد تكون لي صالح مصر قد تكون لي صالح لرواي ومرعب إنما قد تكون صالح أمريكا أو لصالح مخطط أمريكا لصالح ليبيا أبدا أبدا تداعياتها للبلدان الجوار قبل ما رحوا تداعيات مخطط أمريكا هو مخطط التقسيم هي تشوف أمريكا عندها مخططها أولا مشات يعني الريبولشان عرابة ودوة ودخير تخلي عادة تخلي الموفمون الحاركة تخليها تدخل في وحدة دوامة وين ما يبقاش الحل ويتفرزونه تولي لا الكتور تولي قاسم قاسم فيها على كل حال في ليبيا بعض من الحركات الفعالة التي تضرب بهذا المونارشيس مثلا وإلا التوبو في الجنوب وإلا التوبو في الجنوب كان حتى حركة الامازير وبالتالي الانجردين سنلا الجزيرة كانت تتخل لكن في كل في لدينا 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 لتسيطر حتى في الحل السياسي فكانت الأدوات القوية كانت عند المغرب لأنه كانت عند مصر معنها الروق بتاع ليبيا أما في الجزيرة عندها ليبيا عندها بارتي بوليتيك ولا عندها وجوه سياسية بارزة لقد يعني ترسمب وتدال النبري سوريان باري سوريان بطالي جزيرة إذن حتى قلناها من قبل قلناها إذا كان في نية لكي يوصل للحل السياسي ليس هذه الطريق ليس هذه الطريق اليوم على الإخوة الليبيين إذا كانت يتكلمون بثورة وصح يعني يعطيها ثورة يعني معنى ثورة لدي تفو لي دوني السانس لازم تعطيها الفكرة التورة إذا كان قمت بهذه تورة معناها بيش تكشفوا كل الطاقات الليبية كفاءتنا من أجل تضاف الجهود حتى يعني دائما لأجل ليبيا لأجل ليبيا هذا ما يسمح حتى جيهة بيش تقصي الأخرى لأنه توضر المعنى تحال التورة توضر ما كان إلا الشعب ليقصي أو يزكي عن طريق صندوق جميل طيب سي محمد خلفو يعتقد بأن تدخل العسكري البر الاشتياح البر بعد الغارات الجوية أوباما قال بأن الغارات الجوية لم يكن لها نفع كبير للقضاء الإرهابيين هل تدخل الاشتياح البر سيكون ناجع أمنيا للقضاء الإرهابيين وكذلك ما هي السيناريوهات التي تتوقحها يعني داعش يحطوا عليكم شبال دو طروا في العراق في سوريا وقال إذا كان يقصدوا ضربت الإمارات بتزكية من أمريكا بطبيعة الحال مصر ضربت لكن هل هو هنا يعني القاضية وإلا وشكين من بعدها سيطرير توجور لكاو توجور لكاو هنا القاضية مش في تدخل الأرضي من نجتياح الأرضي نحن نسن في حكومة توافقية هي اللي ستكون تمد الإعاز إذا العسكري ليس ناجح من الآن في ظل عدم وجود حكومة لا يقدر يكون ناجح إلا إذا كان فرض الغرب أفرض ما يريد هو يعني الحكومة ولما تفرض بالسلاح يعني فرضوها على ليبيا ولا على أي بلاد لازم تمشي في هذا الطريق بالسلاح هذه مجد مقراطية هذه مجد مقراطية طالبت نحن كنا طالبوا يعني يعني أليب أبسيرباتور نطالبوا أنه يعني الإخوة الليبيين الإخوة الليبيين يكونوا منتابهين لما يجري يعني تحت رجليهم تحت رجليهم والجزائر كانت ترفض ما الديبيوت في الديبيوت ترفض التدخل طيب هل سيكون جزائر في رأيك تعاون في هذا المجال إن حصل التدخل العسكري هل الجزائر يجب أن تبقى مكتوفة الأيدي يعني ما تروحش مع القوة الغربية في تدخل وش رح يكون يقول ماكيافيل سو كون نبو سو كون نبو أمبشي يفو لولو الشي لما تقدرش تمنعو عليك بتقبله مع أنها تدخل في الوسط حتى تدافع على مصالحك ويكون عندك توجول لديك الانفورمات تكون عندك المبادرة إذن عليك باش تكون دون الكادر هذا لصالح ليبيا تبقى لتم نقاش آخر طيب ما هي نعكسة تدخل العسكري في ليبيا على الجزائر هي الجزائر وعلى بصيفة عامة كل الحدود حنونا نعرف الجزائر عندها خبرة في هذه مع مالي والنيجا والآخر هي تدفق أولا اللاجئين اللي يهربوا من هذا الحرب هذه ولكن في وسط قد يكون ناس تخبين في الوسط حتى يكونوا لهم مشاكل أخرى عليك في البلاد إذن هذه خبرة كاينة هذه من ناحية الأولى من ناحية الثانية تصل للموبيليزا الجيش وإمكانية البلاد تهم لكن حرب استنزاف حابة تقول تقدر تقول لكن تأتي الأخرى هي السيناريو مثلا سودان يضر الجزائر يضر المالي كيف إذا كان إذا كان مشاو حتى الفكرة التقسيم صحيح أنه سوف تساعد بعض بردان الجواء لكن ما رحش ساعد السحل وبما فيه الجزائر مثلا من فكرة التقسيم هذا يكون شيء خضر الدرر الكبير رح يكون على تونس تونس لأنه رح تكون تنضر كما تنضر الجزائر وزيادة على هذه رح تخلص تمن لاختيارها السياسي وهي الانفتاح لا الأمريكا ولا فرنسا لا تريد الديمقراطية وانفتاح للشعوب الأخرى هذه لنعرف بالقوة ومتعتك هي القوة هذه نيل الفورس ميليتار تمنعك منها من ناحية بالنسبة للجزائر بكل صراحة نحب نكون الانفتاح هلنا اليوم في الجزائر أنا أمام تهديد إرهابي حقيقي من ليبيا كم تهديد؟ ليبيا إذا كان كنا مبرمجين عند الدول العظمى ف لما حالة راح ندفع الثمن كبير إذا كان كنا مبرمجين فيهم لأنه هما الإعازة عندهم عندهم تشوف كتلة تعلق سيدان وكتلة رواي معراب بين خاليج على الخصوص من هو يدفع في الثمن ومن هو يدفع في حرب في بلاده الربوبليك هل نحن مستهدفين؟ نحن نفوز من من الفرن دور دور جبت التصدي العربية يعني تعلق الربوبليك نحن بجيشنا مشينا ضد إسرائيل لروايوم ما عندهم شجو يشهد خافوا هم يكون عندهم جيش يعني كان بزاف أمور لتخلي الجزائر تكون مستهد فيها تكون مستهد كيف راو يخدموا ونبو بوليتيك على مستوى السياسي في البلاد ربما هم متحكمين في زمام الأمور ربما وإن شاء الله يكونوا متحكمين طبيعة الحال طيب سؤال آخر أعتقد بأن الاستراتيجيات الأمنية المتبعة من طرف الجزائر وخاصة في الحدود هي ناجعة لمنع تسرب على الأقل إرهابيين أو حماية الجزائر من هجمات إرهابية القضية ليس في تسرب يا سيدي إذا كان فيه تخطيط أو مخطط من جهة باش يجوزونك إرهابيين لما تشعل النار تم يتولي سهل باش يجوزوا إنما في البداية تخرج منك إذا كان فيه تخطيط من جهة الأخرى راح يكون أمر هذا يتعب بوليسة سيفري إلى حد الآن راح متحكمين في الأمور حتى وين كان مقلقنا تسارتان جروب مع أنها ما زالت سني بايرميتيك ما زالت مرابطين وتنظيم قاعدة لكن مرة أخرى إذا كان حبيت تكون لك مناعة من هذا تتكل على الشعب باش يكون عندك شعب باش يكون عندك شعب لازم تشوف له باش يقدر يقاوم أعطيه حرياته حقوقه أعطيه خليه مواطن يحس باللي الأمن بلاده متركز عليه هو سؤال أخير تتوقع بأن تتوحد تحت راية واحدة بقايا الجماعات الإرهابية أو الجماعات المساحلة في الساحل المرابطون من جهة تنظيم القاعدة بلد مغرب الإسلامي من جهة أخرى هل تعتقد بأن تتوحد تحت لواء داعش هي يعني ماهيش في صالحها باش تتوحد تحت تقدر تخدم معاه لكن تبقى تجرب أوتونومي حتى تلم تقدم ما تقدر كشخول دي بارتي تكتر من الأحزاب باش حتى لغضبان على الحزب يكون عند هذا هذه من جهة لكن رضوا بنا من شيء الأمر الخطير ليس هذه الجماعات الجماعات هذو زادوا على الطين بلا زادوا على الطين بلا جماعات الإسلاموية وإلى خير ce ليس مشكلة هنا خلاص زادوا على الطين بلا لما تنظر تنظر الجوغرية الجوغرافية la جوغرافية des conflits عند البلدان العربية كل l'échوف شمع تال les espaces de conflits l'échوف شمع لما تشوف في السود الموسيب الكبير c l'risque de division لأنه ما قدروا يحتوي هذه الجماعات وقبائل وآرقية وآخرين ودرك رهم يطالبون هذا شيء يضعف دولة أما تقول داعش داعش ستقوى بهذه التقسيمات وإلى الأمور داعش داعش أنا من منش به لنس شفال دو تضرب جيبو غير باش تضرب جيبو غدو يقول لو كائن داعش يقول لم يالناس يوما كان يقول لو كائن ويبدأ يضرب باش داعش هذا سيد سيد يوفو سيد لما يبير سيد إذا يوجد بيوت يفو هم ماشي جميل جدا محمد صالح خلفاء الخبير في شؤون الأمنية والضبط السامي السابق في الجيش شكرا زينا لحضرك معنا